بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان مجلسنا بفضل الله وتوفيقه في حب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا أتيقن يقينا ما ورد أنه إذا ذكر اسمي في مكان حضرت روحي فيه صلى الله عليه وسلم هذا مما لا أشك فيه ولكن يا إخوان ما فائدة المطار إذا نزلت على أرض لم تكن محروسة ولا مزرعة نزلت الأمطار ولكن الأرض لم تحرث ولم تزرع فالأمطار تذهب في الأراضي ولا يخرج منها إلا الحشيش الأخضر للبهائم أما الأرض التي زرعها غرسها قلبها وعشبها وغرسها وغرسها الفلاح واجتهد عليها فهي الأرض التي تنبت من كل زوج بهيج رحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نفعا من المطر وأعظم إنباتا من أطيب الأراضي رحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع قلبا عشقها أو تولها بها ولا تبتعد عن روح توجهت إليها وكلنا أتينا عاشقين مشتاقين وروحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف على كل هذه القلوب فقلب يخرج وقد ملئ حيضا وقلب يخرج وبه حيضا قلب يفيض بالأنوار وقلب يحيض بالدماء هذا قلب وهذا قلب لا بد لمثل هذه الجلسة من تهيئة منذ عشرة أيام وأنا أتهيئ لهذا المجلس علني أن ألمسوا طرفا من روحانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله وجزى الله عنا إخواننا أفضل الجزاء لقد هيجونا وحركوا قلوبنا وسقوا أرواحنا ولا أقول نكتفي ولكن والله ازددت عطشا ما ارتويت ولن أرتوي إلا بالنظر إليه ومن ارتوى قبل الرؤية وقبل المجالسة فرؤياه خداج فخداج لا يكتفي القلب بمجرد ذكر الإسم ولكن ذكر الإسم يا أحباب ذكر حروف أربعة التقت بحروف أربعة الله أربعة حروف ومحمد صلى الله عليه وسلم أربعة حروف لا إله إلا الله إثنى عشر حرفا ومحمد رسول الله إثنى عشر حرفا التقت هذه بهذه فالقلب العاشق هو الذي لا يفتر عن الصلاة عن الحبيب العظم يا أحبابي إذا كنتم عاشقين لحبيب الله أكسروا من الصلاة عليه في طريقكم وفي مجالستكم ومع أهلكم أكسروا من الصلاة على الحبيب العظم الصلاة على النبي أنا أعتبرها صابون تغسل القلب من الأغيار ثم هي طيب تطيب القلب بالأنوار ثم هي وصال تغسل القلب بالأحباب فإذا بدأنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الأوزار وتملأ القلب بالأنوار ثم تصلك بالأحباب هذا إذا المسلم صلى وهو يتوجه بالصلاة إلى الحبيب العظم وقد سبق ذكرت لبعض الأحباب رضي الله عنهم ووفقهم الله أن يعملوا بالصلاة على الرسول الأعظم وقلت لهم أكسروا من الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم مئة مرة قبل النوم ثم بعد ذلك ليغمض أحدكم عينيه وليصلي وليسلم مشافهة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عشر مرات ثم نم على ذلك وحاشا لله أن يمر عليك بعض أيام إلا وأن ترى الحبيب معك عندما تتوجه بعد مئة مرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وأنت تشهد أنه معك واعلموا أن فيكم رسول الله فلا يمكن بهذه الروح إلا أن تتطيب وتتعطر بإمداد روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا من أحد إلا ويتمنى أن يشهد أو يلقى أو يرى وأظن ما في مسلم على وجه الأرض إلا وهو ويتمنى لقاء الحبيب ولو بالمنام من رآني فقد رآني حقه فإن الشيطان لا يتمثل بي فإذا كان لابد لابد لك من الرؤية طهر إناءك طهر إناءك لتوجه رحانية رسول الله وكما أردد لكم أقول كان السمانة من قبل السمانة اللي بيع بيبيع بالنفرق كان السمانة من قبل لهم زوق يجي الولد يأخذ الأنينة للسمان يقول له حط اللي فيها مازهر في السمان يأخذ شم الأنينة إذا شم فيها ريحة غير صالحة يقول له روح اخسلها وبعدين تعال ما بنحط ما زهر بأنينة ريحة زيت كاز سمان شوي طمي فيها بيحة ما حط بأنينة ملوة أفتظن أن الروح الطيبة المقدسة صلى الله عليه وسلم تنزل في إناء وسخ في إناء ملوث بحب الدنيا أو بحب الشهوات أو بحب الملذات لا والله لا يكون هذا